اشتركوا في القناة غيروا كان يشاوروني بس وانا ندبر عليهم مع البلاد عتا وان شاء الله بتتهنى وتلتم والمفروض الناس الفهمة اللي زيني ياخدوا رأيها يا سيدي بما اننا حلي عندنا طاقة شمسية والقبل يشوي في الصحراء طول العام المفروض الطاقة هادي عبوها فيش يشوى الأفحكاكي عاو نصدرها لأوروبا عارفكم بتقولوا هذا يخرف ويحلم باي خلونا نحرموا شوية عادتا وكالة ناسها قالوا الطاقة الشمسية اللي في ليبيا اتدف في نص ربا لكن مش لاجينوا طريقة اللي بينقلوا باها من هني لغادي مشكلة الله صح باي علاش حني من ديروش ألواح شمسية نربطوهم من البحر المتوسط لحدود الشاد والسودان أشعة الشمس اللي تنزل طول لتلقاها ونسجدها لأوروبا عدمه ليبيا مساحتها زوز مليون كيلو متر مليون نسكنوا فيه احنا طبعا ديما نحششتنا ديما نسكنوا بجنب بعضنا ومليون الفاضي نديروه ألواح شمسية ونعيشوا مبعاكين آه ولو كانوا روبا تكورفت ولا عادتنا فيه موضوع نسكروا عليهم التاكو ونخلوهم في الضلال يقولوا بغ بس نقصوا عليهم الضيء ونخلوهم ترحى أعمال يعطلوا حتى في الخلاص نتعرف لوف قصوا عليهم الضيء نولح نالي نحتلوهم ونتحكموا فيهم نشيبو التاك نضيفها هادي هي الطاقة الشمسية نضيفك وأحسن حاجة إنها ما تكملش بكر ما تكملش بكر شمس ربي على الطول متوفرة عندنا هو صحة نحن نحن مؤمن لكن للك لا مرسم يروا يا جماعة شن نمنعنا شن هو المانع إن احن نديرو أكبر حقل طاقة شمسية مدام السفرطة عندنا واسعة وحاجتان وحاجة تانية مرة قلتها قالك للواحة الشمسية يصنعوا فاهم الرمال وما كانت ربي عاد فيه بلادنا كان القزة والرملة قلت مش يصنعوا من الواحة الشمسية بس يبنوا بقى حتى ناطيحات سحاب خليني نحن مؤتروا أنا يا جماعة نقترح أن يجيبوا ربع مليون صيني نسكروا لهم في الصحراء وخدوا هم يخدوا الليلة مع مهار الليلة مع مهار قعطوهم معهم واحد بس واحد بس يكملوا المشروع يا جماعة لا ما تنسوش راحة الصينيين فارحين ورشتين وبعدها نبدو في التصدير ونحطوا بحتالي رجل على رجل ونجعلنا لمن وخدم ونبنوا مستقبلنا مستقبل لجيال القادمة وتولي أوروبا هي اللي تحافظ علينا وتحمينا كان حتى هي تب الكرين تنظيف ودغطوا في النعمة وفي خيرات بلادنا ونلوها صلاح ونعيشوا خيين ولا حد يحسد التالي ساعتين صح صح هو حلم لكن حلم جميل ومش مستحيلة مش مستحيل إن إن إحنين نفضوح هيا إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ بلادنا ما نكون نسو شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة